والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ورد جزء عمى والآية رقم 28 29 في سورة المطففين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أي إن المجرمين يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويستهزئون بأحوالهم وبإيمانهم وإذا مروا بهم المجرمون بالمؤمنين يضحكون عليهم ويتغامزون ويسخرون بهم ويستهزئون بهم وإذا مروا بهم يتغامزون يشرون إليهم كدهوت ويلمز عليهم ويهمز عليهم ويستهزئون بهم وإذا انقلبوا هؤلاء المجرمون انقلبوا إلى أهلهم خلي بالك إن شاء الله نصحح النهاردة كلمات كتير يعني ناس كتير قوي بتخطأ فيها والناس بتقرأ كده عوام كتير بيخطأوا فيها وإذا انقلبوا إلى أهلهم مش أهليهم انقلبوا أي هؤلاء المجرمون إذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فكهين بقى مبسوطين وفرحانين ده إحنا النهاردة تريقنا على المؤمنين استهزأنا بيهم عملنا فيهم مقالب عملنا فيهم تنمرنا عليهم وإذا رأوهم لما هؤلاء المجرمون يروا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضلون يعني دولة ناس ضلة دولة ناس مش على هداية دولة ناس طبعا بيعنون المؤمنين هنا أصحاب النبي سؤال سلم طبعا قالوا عليهم ضلوا ليه لإنهم يعني ضلوا تركوا دينهم وراحوا إلى دين محمد الجديد فدول كده ضلوا الطريق يعني ضلوا الدين مش هو ده الدين الصحي الدين الصحيح هو دين والعيض بالله أباهم وعبادة الأصنام والآله غير الله عز وجل وما أرسلوا عليهم يعني هم دولة ما كانوا علينا حفظين وما كانوش يحفظوا أعمالهم ورعاية أحوالهم لكنهم متطفلين وما أرسلوا عليهم حفظين يعني الله عز وجل لم يكلفهم بحفظ أعمالهم ولكنهم متطفلون فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا اللي كانوا بيستهزأ بيهم في الدنيا من الكفار يضحكون يعني حيتبدل الوضع يا جماعة الوضع حيتبدل نهاردة الكفار بيستهزئوا أو المجرمون بيستهزئوا بالمؤمنين يوم القيامة حيتبدل الوضع وحيضحك المؤمنون على الكافرين وعلى المجرمين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك على الأسرة ينظرون إلى تعذيب الكفار وينظرون إلى عاقبة الكافرين هل ثوب الله عز وجل بيقول إيه هل ثوب هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون من الكفر والشر والفساد هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون من الكفر والشر والفساد والجواب نعم 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 من المستحب أنه إذا سمعنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نقول نعم نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يلا نقرأ اللي احنا فسرناه ونصحح الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ خد يبالك ما حاش قولي يا ياض لا مش ياض يا ياض والضاد مفخمة مش يضحكون يدي مش يدي لا يضح مش يضحكون يضحا حا حا يوعد قولي حا يضحكون وإذا مروا ما لأ ما وإذا مروا مروا رأ مفخمة مش مروا اوعد قولي لي مروا وإذا ولا مروا ما وإذا مروا بهم يتغمزون خد يبالك من يتغى مش يطى وعد قولي يتغى مزون يتغى ولا يتغى ولا هي غى ولا هي طغى طغى لا يت 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 غى مامازون يتغى مازون وإذا 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 خد لبالك عشان خطى العوم هنا ويقولوا وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا لا وإذا وإذا وكل الآيفات دي كأنها مش موجودة حنينتغى كده الزال وراها غنة النون المخفاه اللي هي النون السكنة هنخفيها في القاف تبقى إيه وإذا انقلبوا مش انقلبوا إيه وعد قولي انقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا أهلهم وإنتي شايفة ياء هنا يا حبيبة قلبي مش شايفين ياء طب ليه تقولي لي أهليهم ليه تقولي لي أهليهم خد أوبالك عشان فيه فرق فيه القرآن بين أهلهم وأهليهم أهليهم فيها! يبقي来 حامد ده لكن تقول أهلهم أهلهم اهلهم انت مازل بتشوف Thing م Downton Una أهله فين دوت فين أهله ولا بتقولي فين أهله لا بتقولي فين أهله فايه رجعه إلى أهله ما بتقول إش رجعي رجعون لأهله بتقول إيه رجعون أهله فبتقول برضو رجعون أهله إلى أهلهم قالب مش إلى أهلهم قالبوا وإذا قالبوا إلى أهلهم قالبوا فكهين الخطأ في كلمة فاكهين خطأ الناس ما تيجي تقرأ بتقرأها بالرواية تانية بتغير رواية بيحطولها هنا ألف لا مافيش ألف هنا هو فاكهين من غير ألف خطأ الناس يقولو ايه انقلبوا فاكهين لا مافيش فاكهين 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 فاكهي فاكهي مش فاكهين خلي ببالك بعد تقولي فاعب عليك انت كبيرة يبقى تاني الادي واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم مش رأوهم اوعي تقول لي رأوهم رأو او او رأوهم قالوا ان هؤلاء لضلون خد بالك في مد ادي هو مد واضي مد هوت كل دي ايه بها اقرأها كده بتوسط يعني اربع حركات ولضالون هي دي اللي حمدها ستة حركات لان ده مد كلمي مثقل قلنا اي علامة مد جاي وراها شدة مديها ستة حركات يبقى ده اسمه مد كلمي عشان في كلمة هي مش حرف ايه ماله مثقل عشان جاي بعد المد علامة ايه شدة اهي يبقى ان هؤلاء لضالون خد يبالك محدش يقول لي لا 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 وما ارسل عليهم حافظين يبقى ايه حافظين حافظين من التحفيز لأ حافظين يبقى ايه حافظين لكن هنا فاري من الكفاري ومش يا اوعدوا لي ليض لأ يضحكون يبقى مش يضحكون حا حا يحمق اصدق حا ماشي حا على الارائك ينظرون هل ثوبة مش هل ثوب اوعدوا ليه ثوب ثوب ده اللي بيتلابس لكن ثوبة معناها جزاء هل جوزي الكفار يعني رأى هل ربنا جزاهم بما كانوا يفعلونه فيكم بيعزبوكم ويتعبوكم واستهزاءوا بكم ويهمزوا يلمزوا عليكم يبقى هل ثوبة الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوبة الكفار ما كانوا يفعلون احسنتم وبرك الله فيكم وتقبل الله مننا ومنكم ومع سورة تانية وهي سورة الانشقاق سورة الانشقاق مش الانشقاق خلي بالك اسمها الانشقاق نحن بننتق اسماء الصور غلط للأسف بننتق اسماء الصور غلط يعني بنقول سورة الانفطار لا اسمها الانفطار سورة الانفطار سورة الانشقاق سورة الانشقاق ولو انا بدأت بها هقول ايه الانشقاق بارك الله فيكم ندل على القناة ننشر القناة ولينا الأجر ان شاء الله وتقبل الله مننا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته